لكن طالبك طلبه أحب خشمك تخلص من الذنب الذي أوجب الذنب الآخر والهم الذي سبب دخول قلبك تخلص من هذا الذنب ذنوب في الخلوات مقارع أهل الذنوب والسيئات قطيع أهلي لمن أمر الله أن يوصل كل واحد أكل للحرام سماع للحرام إلى غير ذلك ترك للفرائض ولذلك أيها الأحباب أحد الساد تابعين عندما سجن في حق من الحقوق قال أذكر سببا لهذا الذنب الابتلاء قلت عن رجل إنه رجل سوء من أربعين عام الله المستعان أننا نقول هذه من أربعين دقيقة الله يجزاك خير من أربعين عام أساء الظن في مسلم وبعضهم قال حرمت الدمعة لأني رأيت عينا تدمع لمسلم يدمع فقلت ليس هذا لله راح يتتخل في القلوب وبدأ يتهم النيات فحرمه الله السكينة والدمعة والخشية إذن إذا توافرت وتضافرت الذنوب على المؤمن فإنما كانها الغموم ومكانها الهموم ولذلك كل ذنب اقترفه العبد فإنما هو يجعل بقع في حياته سوداء ويجعل بقع في حياته ممرضة له يرحل معها السكينة والعافية عد إلى الله